من قبل هذا القناة فقدرنا قصة سقوط طائرة ونجاة ركابها وقدرنا على ناس تلفوه في البحر وفي الأخير تعتقوه ولكن تخيلوا معي هذا الجوج يجمعوه في دقة واحدة كيفاش؟ هذا هو ما سأعود لكم في هذا الفيديو القيصة تبدأ مع ويل واحد المواطن الأمريكي من بلي بشي حاجة اسميتها القفز بالميضلات باراشوت يعزيز عليه قزم الطيارات باراشوت يدير لي فيجور مهم يعزيز عليه ذلك شيء بزاف الأدرينالين اللي يطلع صحاب اللي يطلعوا في ذاك الكلوب وذاك الإحساس في السماء إحساس بالحرية وكان عنده واحد جوج دي صحاب ماني و جيمي كانوا معه في الكلوب وكانوا كلهم تديروا عدل هواية هذه كانت الحياة غدا زوينة كل شيء غاديم بزيان تمارسوا الهواية ديالهم تطلعوا مرة في الصيمانة باراش ينقزوا كل شيء غاديم بزيان تلواحد نهار بثلاثة بيهم قرروا يمشيوا لكوستاريكا عطلة منها يستمتعوا بالبلاج اللي كانوا فيها لأن خلوا موراهم البرد في ميريكان ومنها يمارسوا الهواية ديالهم مع وثاني حيث كانوا واحد كلوب تم وقالوا نمشيوا منها نطفحروا ومنها نقزوا ووصلوا لكوستاريكا كل شيء غاديم بزيان ضاروا شوية في ذاك الجزيرة اللي كانوا مشاوليها ومشاوا شافوا الكلوب ديال السكاي ضايفين اللي كانت تم أفقوا على وقت الغدلي لو كانوا ينقذوا ومعملوا الكلوب وكل شيء ومعرفوا المسائل ديالهم كل شيء هذا هو هذا ومن يسعى ماذا لهم ذكريا قادرة آخر ديالهم وبعدها بفضلتوا وكبارات التي تستويها وكبارات وماتريال كامل ديالهم ستقوم بتنقي حيث اللي عندهم الغدلي ديال السكاي الزالي لام جيدا صباح الصباح وكل شيء كان فرحان كانوا سيتم تَعطوا وقالوا ديالهم كلهم وجدوا للمسائل ديالهم أكثر ياويدا لهذا الغضايد فيهم كان فيه الوسواس كانت يستطيع المساعدة ويقلبه 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 كل ساعة يتأكد في المطاريال في حاله يأتي شيء يجنه ويبذل هذا المطاريال ويسألون المساعدة الوجهة الكلوب تجمعوا بثلاثة بيهم ويسألون طرح فين كانت الطيارة كانت تسننهم في الوقت الذي تفقوا معهم ويأتي نقول لكم طيارة لا تخيلوا شي طيارة هي الطيارة كانت واحد البي موتور فيه البلاصة يدخلوا بثلاثة بيهم أمزح من اللور وهالطيارات التي تنقذوا منهم تكون فيه الباب محلول من الجنب وتكون فيه واحد حاجة تطلع وتتهبط يعني ماشي بحط طيارة يتهز المسافرين موهم وصلوا الكلوب بزز باش دخلوا بذلك الطيارة بحال أمزح من شي طاكسي كبير وأخيرا قلعت الطيارة بيهم الجو كان زوين بزاف في العشرة الدقائق الأولى ديال الفور كان زوينة بزاف دنيا اسم زرقاء صافية لا يوجد شيئا ولكنهم ستتبدل ولا يدخلوا في أحد أصحابات ولا يبليهم حتى شيئا في الجنب وعندهم واحد قاعدة تقول إذا لم تكن باين لك فين هتنقذ ولم تكن باين لك الدنيا لا تنقذ من الطيارة ستكون هناك أحد الموت في ذلك الغيام الفور ستكون عادي ولكن لا يبنواله أبقى تتسنى خمسة دقائق عشرات دقائق عشرين دقائقة وواله لجو لا يبغى أن يتبدل ثم البيلوت قال ستكون هناك دمي تور ستكون هناك ويجبون صاحبهم تقلقوا شيئا لا يعجبونهم ولكن لا يدخلوا تتقع عشرين مرات وليس هناك أول مرة ينقذون مرة أخرى طيارة دمي تور وبدأت في طريقها لكي ترجع وهم في الطريق الرجوع بدأوا يشعروا بذلك المطابات الهوائية هؤلاء التوير بيلونس بدأوا يشعروا بطيارات التزازع في الأول التوير بيلونس كانوا عاديا حال في أي فول طيارات التزازع ولكن النورمال وبقوا يشعروا بيلونس تزادوا وتزادوا حتى الطيارات تزازع بحيط طريقة تتخلع وما بقاوش يقضوا يكترولوا راسهم في مكينين هما في الطيارة شوية تلقوا راسهم في السقف شوية تلقوا راسهم في الأرض يعني ولا تلقى ديال صعيبة بزاف وتخلعوا ديال بالصح في واحد لحظة من الفول بيلوت صفيف قد سيطار طيارة ولا تضر على راسها وتم ويلو وصحابه قرروا باش ينقزوا من الطيارة عندهم باراشويت إذا نقزوا ما هيطرا فيهم ولو ما ينقزوا ولا يبقوا في ذلك الطيارة اللي تقضي الطيح حاولوا يحلوا هذا الباب اللي تطلع بقوا تتضربوا مع تتضربوا معه حلوه بالزز ويلو نقز هو اللي أول طلاح ولكن كان غادي بحط سرعة كبيرة لإخلاط باراشويت السكر ويتحل تبعوه صحابه دور راسه تبعوه بجوجهم تماما من القزين وبجوجهم تحلوهم باراشويت غير هو ماني يجب انتجاه دياله بالباراشويت وصاحبه الاخر مشا في اتجاه العكس ديالهم يعني غادي وتبعاد عليهم ويلو هابط تشوف صاحبه ماني غادي تهوه بدأت عيط له باش يشوف باش ينزلوه باش يديرو ولكن ما تيجاوبوه عيما ما تيجاوبوش وقال اجي نحاول نقرب له وهو تقرب له اكتشف واحد تتخلع ماني صاحبه فقد الوعي عيما عيط له باش ينوض ووالو وهو تعيط له تردخ في الماء وتم تخلط عليه كل شي لانه خاصه دابا باش يبقى عايش يتخلص من ذاك البراشويت لانه وذلك الخيوط يتقضي تلوا عليه ويغرق اول حاجة اللي معلماء يخصو يزيد يقتص لتحت ما يحاول يخرج من الفوق ذاك اللي يدار وحيد الصاك وبالزز باش تخلص من هذا البراشويت وخرج فوق الماء من يخرج من الماء اول حاجة حيد عليه الحوايج حيد تي شيرت حيد سروالو باش يخفيف وحيد ذاك اللي كان لابس فرج ويحاول يلقى صاحبه لانه فقد الواعي ويقد يموت ضغية ضغية طاح فالما فقد الواعي هيغرق بقى تعيض ومتعيض لصاحبه ماني ولكن مكين حتى تجواب مكين تشي اثار ليه تم تكالمه وبدأ تفكر هو فين وشنو يدير فهذا اللحظة تصدم تدورو وجه في جناب مات يقول مع رأسه انه غير مت في الطيارة ومانطح في الماء لانه ما عنده حتاش حاجة يدفع باش يبقى فوق الماء خص يبقى يدير ليفور باش يبقى مهزوز فوق الماء مكينش كيفاش يعرف نتيجة هاي عمليه قال غير مت في الأول ومانموت هذه الموت البطية اوسط البحر والخلعة هذي هذي يكمل عليه وما بقاش عارف وش يكمل هذي الليل بالحياة ولكن قرر يدير جهده كامل وهو تحاول يعم على ظهره باش يقتصد الماكسيموم ديات الصحة وفي ذلك الليل اللي ما تبان فيه حتى شي حاجة بدأت يشوف في الأفوق ويباليه الضو ديال الجزيرة الضو ديال المدينة كان أول خبار زوين له قال على الأقل عارف تجاه ديال الجزيرة يعني قد نعم بالشوية لتنمق باش ما بقاش غادي وتندخل وصله هنا قرر يعم في تجاه ديال اليابيسة ولكن ما عام ما بداش يدرع بالجهد باش يوصل ولكن قال همشي بالشوية باش نحتفظ على الماكسيموم ديال الصحة ديالي باش ما نسخفش معه عارف راسو كونديسيون فيزيك داخل ديال البحر وقف كل شيء وقال همقى على ظهري ونحاول نتكالمه باش نحتفظ على الجهد ما تعرف يصبح الحال ويجي ويقلب عليا فقد بلوصة المشكل في هاد شيء كامل هو انه قربة تكمل سبعات سوايع وهو في الماء وهاد شيء بلا ماكله وبلا ما وطرب شوية انا هو ليوصل البحر ما شين انا حس معي واحد دقيقة وتخليل معايق تكون وصل البحر بالليل من بعد اكثر من تسعود سوايع زادوا ساعتين دابا منزل مع عطقك حتى شيء واحد وخاص تبقى فوق الماء اللي بارد وما عارف شواش يقلب عليك شيء واحد ولا متقلب عليك حتى شيء وخاتي كامل ويل بقى تحاول يعوم في تجاه ديال يابيسة الى ما قدرش وصل على الاقل الجسم بقى محتفظ على شوية ديال الحرارة من دك الحركة اللي تدير هو باش يعوم وهو تحاول يعوم باللور ها ترى واحد القادية اللي عزي تكفص الاوضاع ديال بالصح غا يدخل في واحد جزء ديال البحر اللي عمر اللي ميديوز بقين ديال البحر وتم راكل الحرائق تحرق من هنا من هنا من ظهره من رجله كله وهو تحاول يعمل بالزربة باشي هرب منه وتزيد يدخل في جروبات اخرى ديال اللي ميديوز وكله تتحرق حتى بدأ يخرج منه الدم حرائق خاطير في وسط الماء اللي قد يخليه يغرق من يقدر يبعد القراس مكرفس كله مجروح وهنا تفكر واحد الحاجة احنا في الساحل الكوستاريكا والساحل الكوستاريكا عامر باسماك القرش وهو الدم بدأ يسير له وسماك القرش تتمرح الدم على بعد كيلومترات موصيبة وهو كيف يفكر في هذا شيء كامل بانت لي واحد الكوطلة جيدة تعمل في الاتجاه دياله والنص ديالها فوق الصافي قال ما عرش التمسيح تدير هنا ولكن هالتمساح هذا هيا ما يخلي فيه اتشي حاجة ما هو مهبر شوية ايجي ابنين عمره ضغب حاله هذه الكوطلة بقى تغادى وكتقرب كتقرب كتقرب حتى وصلت الويل وقدر يشوفها مزيان وكتشف انه ماشي تمساح ولكن واحد الهدي هي من عند الله وصل عليه تل عنده لقاه جدع دير شجرة ووصل ديال بحر مهزوز فوق الماء واخيرا لقى شيئا اللي قد يتعلق فيها باش ما يبقى يضيع الجهد ويضرب بديه ورجليه باش يبقى فوق الماء وبعد اكثر من عشرات السوائع في وسط المغوط المجهود اخيرا قدر يرتاح على شيئا ويبقى معلق في دكش معلق فيها تلوحد لقيتها غاب ثم نعشي شوية يماشي ناسا ولكن على الاقل رتاح شيئا حل عينيه هو يلقى الصباح ويضع ويضع هذا الشيء 12 ساعة من بعد ما طاح في الماء من حل عينيه هو يشوف واحد على الاقل فرحاته تتبالي اليابيسة مبعيدة بزاف هي بعيدة ولكن قرب من النهار القبل اللي كانت فيها غير الضوء وقال مع راسه هنسا عمل هذا الخشبق أبقى ندفعها نعوم ندفعها رتاح نعوم القراصوت يجعل جهد كبير بزاف مع هذه الخشبة لأنها تقيلة وهنا بدأت يفكر وقال عندي فرصة باش نتعتق هنسمح فهذه الخشبة هنسمح فهذه الجدع دير الشجرة وهنعوم بدأت عوم عام 11 متر ولا كي شدته الخلعة وما قد تتفرق على هذا الجدع وعود ثاني رجعت عوم وبقى معلق فيها جلس واحد عود ثاني قال إذا بقيت هنا ما هنتعتق يبقى يدخلني للبحر عاوثان يطلق منها وبذاتي عوم وبذاتي عوم وبذاتي فتجاه المرة الثانية عاوثاني معي وتتخلع وعاوثاني يرجع عليها وما قد تتفكرني في الحياة كنت يحوائج بحالة الجدع دير الشجرة خاصة تطلق منهم باش تمشي التعتق باش تمشي التحسن باش حصل الأوضاع ديها باش تدير شي حاجة زوينة ولكن إنسان تبقى كل مرة يحاول يرجع عليها تطلقوا من ذلك الجدع دير الشجرة يشدين في دابا وديروا ذلك الشي اللي باغين نرجع للموضوع المرة الثالثة سوف يقرر بأنه ما هيبقى الشد في ذلك الجدع وطلقوا تطلقوا في مرة ومشاتي عوم قا غادي 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 تطلقوا حد جهد كبير تقرب شي شوية ولكن وخاك الجهد ما بقاش عنده ولما تجر عاوثاني يرجع للسيتيواتي والتي حاول غير يبقى فوق الماء على ظهره وهذا المرة لا يوجد حالة يتعاون بها هنا تطلقوا جدع دير الشجرة وصير عوم وخلي ذلك لا تدام أعطاني فرصة صحب أعطاني فرصة نحن دابا 4-20 ساعة من بعد مطاح ومويل على ظهره يحاول غير يبقى حي ولكن هنا لا يبقى في الجسم الماء خوص الماء لا يقدش يشربه وفي نصف الوقت الماكلة التي تجلب الانيرجي ما كيناش وشمش تضرب فيه ولا تنفس دياله قصير بالزعف بحلش يدري صغير بشي يكون يبكي يلا تضلقوا واحد شوية ديال النفس وعرف رأسه بأنه قرب يموت عشرة عشرين دقيقة اللي بقتله باشي بقى في الواعي قاد يحامضة ديال بالصح واحد شوية والتي يبنوا لي لزاليوسي ناسيون والتي يهتر تبنوا لي صحابه والتي ماتوا تبنوا لها قرش تضور به تبنوا لي هات تخرباق تبنوا لي حتى الناس من عائلتو تقول لهم بسلامة يعني كل شي تخربق عليه وفي هذه اللحظة تهدو اللي صافي عرف رأسه بأنه يلخر عليه وكل شي تتخلط عليه تبنوا لي حتى واحد الفلوكا غادق وقال تهدي من الخيال ديالي تبنوا لحظة طولات شي شوية الفلوكا وخانوا الخيال بقعت غدا في الماء وهو يحاول يتعلق شي شوية باش يشوفه هو في الماء وبنت له بأن يمكن كينا بالصح وهنا ويل بدأت يغوت بدأت يغوت على جهده كامل في وصل البحر وهو تقول بأن هم ما يسمعوش لأنه في ذاك الليلة اللي كان في وصل البحر كانوا يتبنوا لي الطيارات تدوزو بدأ يغوت تحت ما تديها فيه وعوتاني رجعتك على ظهره وقال هادورا ما شافونيش ولكن من الظهر دياله فلوكا بدأت تتقرب الظهر اللي كان عنده هو كان وطافي للمطور وسمعوه تغوت وصل البحر قربوا ليه فوق الفلوكا وفي هذه اللحظة تفضوا فقدوا الوعي الحاجة المزيانة هي أنه ويل تعتق من بعد هذا الشي مشابوا ديريكت اليابيسا وكانوا عيطوا لازيرجانس جاد لامبيلونس وداتوا وزاتوا من تم وداتوا الاسبيطار اللي كانوا واقع هو أن باش طيارة طاحت غلطوا هادوك الناس اللي كانوا يتقلبوا عليه ويساب المطح موح اللي اخرى ديال الجزيرة يوم يتقلبوا ثم ملقوا حتى شي واحد ملقوا طيارة ملقوا هادوك اللي كانوا فيها ومنين يعرفوا ويل في الجهة فين كان مشاوا يقلبوا في ذلك الجهة ونقوا صاحبه كامل ماتوا والبيلوت مات الطيارة طائحة ممت وكان ويل هو الوحيد اللي تعتق في هذه القيصة كان عنده بزاف ديال الزهر مكتاب له يبقى حي ودرجة كبير بزاف هو من جهته كان عنده واحد لحد صغير بزاف وبقى شد فيه وهو اللي خلاحي وفي الأخير من الزهر بالنسبة للفيديو اللي فاتك ندرنا التشالنج كثير نافيه معنا ما نديروه الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنحط لهم الفيديو ديال دقيقة اللي كنا وعدناهم بها تمنى والمرة الجاية يربحوه وهذا الشي اللي كان وشكرا بزاف لايك كومنتير لماذا ما تقبونا شي تقبونا باش بقى يطلعوا الفيديو والديما كان القيصة زويني جاي من بعد وجاي واحد القيصة من الفم ديال هاداك اللي طراط ليه قيصة وعرق طراط المغربي مهم ما نحركش لكم القيصة نحاول نصيبها بطريقة زوينة وان شاء الله تعجبكم هذا ما كان ما تنسوش سبسكرايب ديروا الجرس القيصة اللي يجاي ان شاء الله من نتفليكس ما كانش هيا الله نخليه